بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشابتر 5 اللي هو الكمبايند فوتينج إن شاء الله نتكلم نارضة عن بارت 2 اللي هو ديزاين ريكتانجلر كومبايند فوتينج قبل ما نتكلم على تصميم الأعداء اللي على شكل مستطيل عادي نعرف شوية مفاهيم عن الكمبايند فوتينج أو عما تيجي تصمم أي حاجة بتشوف ايه اللي جاي عليها والشروخ اللي ممكن تحصل عشان تصممها فأنت لو عندك الكمبايند فوتينج هنا وفيه هنا حد جار أدي الكمبايند فوتينج هنا هو نتيجة الأحمال اللي عليها من الأعمدة ورد فعل التربة فبيطلع لي مومنت المومنت ده بيسبب لي شروخ بتبقى هنا موجودة سفلية وهنا علوية يعني عشان المومنت بيبقى جاي بالشكل ده غالبا فبيبقى هنا عندي المومنت كبير فالشروخ تحصل لي هنا فلازم أحط الحديد بتاعي هنا هو ده الحديد الرئيسي السفلي هنا والحديد الرئيسي العلوي فوق هيتحط فيه ما بين العمدان هنا دي لازم تكون انت واخد بالك منها وانت بتصمم الكمبايند فوتينج طيب ده في الاتجاه الطويل يبقى احنا اتفقنا الاتجاه الطويل هيبقى عندي حديد هنا سفلي وفي حديد هنا علوي كويس ولو في عندي مشجار يعني عندي عمودين متدخلين الأواعد بتاعتهم فإن اللي بيحصل فهتلاقي فيه بردك هنا سفلي حديد ماله حديد رئيسي سفلي هنا فبنقول يعني في الاتجاه الطويل يعني زي ما انت شايف انتفقنا هنا هيبقى فيه كده وهنا كده فهيبقى عندي حديد لازم احطه هنا وحديد هنا وحديد هنا في الكمبايند فوتينج العادية فطبعا مفهود ان انت ترسم بقى عشان تصمم الكلام ده زي ما هنشوفه في المرحلة القادمة أما في الاتجاه القصير زي ما انت شايف في الاتجاه القصير عامل ازاي ما هي اللي حياتت زي مين زي اللي احنا درسناها قبل كده ده في الاتجاه اللي هو ترانسفيرس داييركشن ادي المومنت بتاعي هبقى جايب الشكل كده فالحديد بتاعي هبقى كله فين سفلي يعني انا هنا هحط هنا الحديد بتاعي سفلي هنا بنتخيل ان تحت العمود ده وتحت العمود ده كما لو كانت فيه هنا مين حاجة اسمها هيدن بيم هيدن بيم هنا هو هنشوف هنصممها ازاي يبقى احنا الخلاصة ان احنا لو انت عايز تحط الحديد مبدئيا بتاع الكمبايند فوتينج في الاتجاه الطويل هيتحط هنا علوي وهنا سوفلي وهنا سوفلي اما في الاتجاه القصير تحت الاعمدة فقط هنحطه في الاتجاه اللي هو سوفلي فقط بالشكل ده والتاني هيبقى مينموم شكرا